إن الله لكل الناس بس لكل الناس لما يتوبوا عشان كده يبقى لنا دور في دعوة الناس للتوبة دعوة الناس للإيمان بالمسيح دعوة الناس لتصحيح إيمانهم لأنه بيبقى حتى المؤمنين بالمسيح فيه ناس عندهم إيمان غلط لازم أحبهم وأدعوهم أنهم يصححوا أفكارهم من أجل خلاص أنفسهم ويبقى قلبنا متسع للجميع خلي بالكم فيه خطرين خطر إن أنا بقى متعصب متشدد وكاره لكل الناس وخطر إن أنا أقول لهم كل الناس حلوين وربنا حلو بيحب كل الناس والغلطان غلطان والشزوز الجنسي كويس والترانس جندر كويس والعايز حيعملها وكل الإيمانيات حلوة وكل الديانات حلوة يعني كده مش مفروض إن إحنا نقع في أحدهما لن نبقى مقفول ولن نبقى سيبها السايد الله يريد أن جميع الناس يخلصون بس شرط إلى معرفة الحق يقبلون الله أراد أن نيناء تخلص بأنها تعرف الحق ما بعدش يونان يقول لهم ربنا بيحبك وأنتو كويسين خلاص استمروا في اللي أنتو فيه يستمروا في الخطيئة ويستمروا في عبادة الأوثان لا صلح نفسك ما يبقاش فيه خطيئة وارجع إلى معرفة الله الحي بطريقة صح وربنا يقبالك طب ربنا يقبالني بالرغم أن أنا بعيد ووحش قلبه مفتوح للكل في يونان أخد الموقف بتاع لأ ربنا مش يقبالك حتى لو تبته وأنا مش عايزه يقبالك ده المتعصف والناس بقى دلوقتي عايزين يخلي الموضوع مفتوح أن بدون شرط أو قيد ومحبة غير مشروطة وكلام مش موجود في الإنجيل الله يريد أن جميع الناس يخلصون بس بشرط اللي معرفة الحق يقبلون